فرنسا اتفاقية للمغنية وهنا اشار هذه الاتفاقية التي تنص صراحة على حق الفلاحين في استغلال املاكهم الاتفاقية عندنا نعطيكم نسخة لها موجود هذه ما فيها اشكال لكن لوقع اليوم حاجة اخرى كي حسابات قديمة جديدة الجزائر هو الجار المشاكس الذي لا يدير الخر لهذه المنطقة ومن هذا الموقع اقول هذا الجماهير المحتشدة هنا في المنطقة هذه او في المدينة هذه انما تعبر عن عمق انتمائها وامانها بقضيتها العادلة اللي هي في قيغ في قيغ ليست بالنجود العليا وفي قيغ مساحة قليلة او مسافة بحجم كيف حقيقة كما اراد المتأمير ان تكون كذلك والان هات الشعب الذي يصيح من عمق قلبه وبدمائه يريد ان يعكس الحقيقة وكانت ديجا كانوا عندنا احتجاجات حول الخندق والسياج كما اريد ان يكون وكان لاحظوا ان السياج الحدودي اللي كين الى جيتوا مع بوركحل كين تسمى واحد الجبل اسمه القروز هات الجبل فيه مازات ثلاثة او الاربعة كيلو متر على العرض كان مفروض السياج يكون موارج الجبل الى ان السياج جيبوا ديروا قدام المواطن راه هذا كينتازه واحد كيف يتمنى الناس هذا العربية يتحطون تماما كي يجيبون تماما الشيح وكي يجيبون تماما الربيع وبزاف الغرض اللي كديرو دابا مساحة كبيرة قدم دينا بحال وجدة غايز بشي هكك وحي تدارو نلخندق في واحد المكان ماشي هو هاداك ودابا هنا بالنسبة لقضية دولة السياج ما القضية اخرى الى جينا قلنا الاتفاقية اللامغنية راه وضحة كليرينت معنوش الحق الجزائريين يطردوشي واحد اما بالنسبة الاتفاقيات اللي جات موراها لا يمكن ان تلغي الاتفاقية الاخرى وان هادا الناس هادوا خدموا اعطاوا الفلوس داروا المجهود وفتالي بيناعاش يوضحها رغم انه في قيق عاش سلاحات قسحق مثل في 73 في 73 قاعد طردو الناس من الاخر وفي 76 على تدعيات نتع الصحراء الاخرية ولا تسليمان هادوا صحاب العرجاء ما قالهم حد شاي كان على الأقل اللي بقوك اللي كان فيها التوتر لا بين القيادة والقاعدة ولا بين حنا يوجيرا كان الفروض هاد من الناس هادوا ما يخليهمش ولك يخليهم حتيك المنطقة كيبان ما عنداش مشكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ابن مغربي ابن مدينة فيجيج ابن واحد فيجيج هنا كما كتشوفوا رحنا فوسط قلب الحدث 18 مارس 2021 من أجل قضية العرجاء اللي كتواجد بواحد فيجيج شرق المغرب هي قضية وطنية مغربية محضة قبل أن تكون قضية فيجيجية هذا واحد الحلقة من الحلقة تنتعلم السلسل لحراك والتظاهرات السلمية الحكيمة اللي كان نشد بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله والقيادة الديبلوماسية الحكيمة دياله أننا نسترجع هاد المناطق ديالنا المسلوبة والمغتصبة من طرف الجارة الجزائر والاستفساز العسكري الجزائري وهنا أوراق ثبوتية اللي كتثبت الملكية لانتع الأراضي العرجاء هي أراضي مغربية في جيجيا كتخص بواحد فيجيج تابعة للأراضي السلالية لمنطقة أولاد سليمان والحمد لله على نجاح هذه المسيرة اللي هي سلمية وحكيمة وذات شعارات نبيلة اللي كترمين نفس الهدف اللي هو استرجاع جميع الأراضي المسلوبة من طرف الجارة الجزائر والاستفزازات المتتالية والحمد لله أننا قمنا بمسيرة وطواف ووصولا إلى منطقة العرجاء والحمد لله تبعنا التعليمات الأمنية وما استضمناش احتمعاش شخصية من الأمن وكانت مسيرة ناجحة مئة بالمئة والشعارات كترمين نفس الهدف اللي هو استرجاع هذا الأراضي والحمد لله إن شاء الله قد نحقق هذا الفوز كما حققنا بالديبلوماسية الحكيمة في الصحراء المغربية جنوب المغرب قد نحققها نفس شيء في هذه المنطقة اللي هي منطقة تفيقيق وهذا واحد نداء الجميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن الغيرة ديالهم بأنهم يكونوا تابعين ديما للأوامر لسيادة القائد رئيس أركان القوات المسلحة الملكية صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أنه إن شاء الله تبعو الحكامة الجيدة والديبلوماسية الحكيمة لمعالجة هذه الملفات العريضة إن شاء الله ونحن الحق يعلى ولا يعلى عليه وإن تنصر الله لا غالب لكم وإن شاء الله سنصرنا الحق ونصرنا الله في هذه الملفات وإن شاء الله سنصرنا الحقوق المتضررين والمتطلبة سنصروا بها ونطلبوا الله السادات ونحقوا نتائج إيجابية بدون مفاعلات ولا مناوشات وذلك الشيء اللي كترميل للجارة والأخبار الزائفة والاتهامات الخطيرة أننا في غينة عنها وكما واحدة رسالة سنصلها لهم بأننا كنقولوا نحن كشعوب خوى خوى وما بينتنا شعداوى نحن الحمد لله توجد عائلات بالمغرب وأهلنا بالجارة الأخرى ولا تفصلونا إلا الحدود ونشر الله ستلطف وغادي